تم تعزيز العرض الصحي بإقليم بن سليمان من خلال انطلاق خدمات المركز الصحي القروي المستوى الثاني بسيدبطاش يأتي إعادة بناء وتجهيز هذا المركز الصحي تنفيذاً لتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وتأهيل القطاع الصحي وفي إطار تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيد الورش الملكي للحماية الاجتماعية لا سيما المتعلق بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة هذا المركز الصحي التي توفر على خدمات جد مهمة وفي نظام معلوماتي رقمي متنوعة وما يخصمتها شيئاً لأن الرعاية الصحية الأولية فيها جميع الخدمات التي تقدمها هي هنا والمهم في هذا الشيء هو نظام معلوماتي والشغيلة ستخدم بها إن شاء الله بإذن الله حتى يكون عند المريض المستفيد ويكون عنده ملف طبي رقمي يمكنه يدلي به في جميع الجهة وحتى على المستوى الوطني لأنه سيكون ملف طبي رقمي وطني إن شاء الله ولماذا نفعله هذا الملف طبي رقمي؟ لأنه في التغطية الصحية أولاً كنا نعرفه بالمريض بسهولة ثانياً أن جميع الخدمات تكون متبوتات ثانياً أنه حرية التنقذ بالنسبة للمركز الصحي بجماعة سريبتاش ليس يفك جماعة سريبتاش، يفك جماعة سريبتاش والجماعة المجاورة دياله بير النصر، جماعة سريحية، جماعة الغوالم، هالناس كاملين في الحدود ديال جماعة سريبتاش وكلهم يستفيدوا من خدمات ديال المركز تندرج هذه المبادرة أيضاً في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية وتأهيل قطاع الصحة بالعالم القروي لتقريب الخدمات الصحية الأساسية وتجويدها إلى جانب تحصين ظروف اشتغال مهني الصحة العاملين بهذا المركز